اعزائي الطالبات وطالبات الثانوية العامة اهلا ومرحبا بكم في الجزء التاني من مراجعة الكيميا ليلة الامتحان هنشوف مع بعض النهاردة الجزء التاني يتضمن مسائل على الكيميكال كالكوليشن والكيميكال اكوليبرام والالكترو كيميستري زائد على المنهج كله هنشوف مع بعض الجزء الخاص بالبروبلم هنبتدي الاول بمسائل على الكيميكال كالكوليشن عشان يكون عندك فكرة ازاي المسائل همشيها معك انا جايب لك جميع الافكار الموجودة على الكيميكال كالكوليشن والكيميكال اكوليبرام والالكترو كيميستري مساقب لك فكرة فهديك الايه البروبلم الفكرة بتاع الحل اوكي هنشوف مع بعض البروبلم نومبر ون كالكوليت زا فوليام اوف زيرو بوينت وان اوف كاربون دايوكسايد جاز ات ستاندر تيمبريتشر اند بريجر طبعا دي مسألة مباشرة الفوليام اوف ايلي جاز اكيوباي 22.4 ات ست بي يبقى احنا الوقت عاوزين يجيب الفوليام اوف كاربون دايوكسايد جاز ات ست بي بتساوي ايقوال نومبر اوف مولز طايمز 22.4 ايقوال 2.24 لتر يبقى الوقت علي ادور على الريلاشن الريلشن هنا بين الفوليوم والنمبر اف 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 فوليوم نمبر اف اف نمبر اف مولز بالتالي الفوليوم اف اف نجاز ايقوال نمبر اف مولز تايمز 22.4 ليتر نشوف البروبلم نمبر 2 كالكولات زا دينيستي اف اكسجين اات اسي تي بي المسألة دي جات سنوية عام 2006 الدينيستي بتاع الاكسجين بتسوي ايه أو أي gas or vapor of any material بتسوي الدنست of any oxygen or of any gas or vapor material equal المolecular mass divided 22.4 خلاص الدنست بتسوي المolecular mass على 22.4 البرو problem number 3 كالكوليت زيها بالضبط كالكوليت الفوليوم اف كولوراين جاز بس اينا با عاوز يحزب الفوليوم اف جاز ديورين كيميكال ايكوشن او باي باسنج الكريك كارانت ومديك الانتنستي اف ايه كارانت ومديك ال الكوانتيتي اوف يعني عاوز اقول ان المسألة دي بتربط ما بين ايه ما بين الكيميكال كالكوليشن وما بين الالكترو كيميستر معلشان تجيب الفوليوم يبقى لازم يكون عندك النمبر اوف مولز تضربه في توينتي تو بوينت فور تديك الفوليوم طب انا ما عنديشي النمبر اوف مولز يبقى اول حاجة ايه ندور عليها نجيبها نمبر اوف 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 كولوراين مولز تبا انا ما عنديشي الماس اوف كولوراين يبقى اول خطوة نجيبها الماس اوف كولوراين جاز ايكول اليكتريك كارانت тоيمز ايه ايه الـ يبقى اول خطوة برئة لك من تحت الفور يبقى الـ equivalent mass of chlorine equal الـ atomic mass divided one لاني بقى جيب الكتلة الزرية لone atom يبقى عرفنا ازاي نيجيب الحل يبقى زاي تجيب الـ volume of any gas الـ volume of any gas equal الـ number of moles times 22.4 اطلع فوق طب انا ما عنديش الـ number of chlorine gas يبقى اجيب الـ number of chlorine gas بالساوي الـ mass of chlorine gas divided الـ number على الـ mass of one mole of chlorine gas اجيب بعد كده الـ mass of chlorine من خلال العلاقة اللي بحسب منها الـ electrochemistry الـ mass of مطر سواء المطر دي or precipitated or or evolved او separated بتساوي quantity of electricity times equivalent mass على 96500 A colom تديك الـ mass وبالتالي يبقى انا عندي ديوتي كل المعطاة جهزة البروبلم نومبر فور طالب حاجتين اتنين عاوز الماس اوف مطر بدلالة الماس اوف اناظر مطر وعاوز كمان الفوليوم اللي تكونت اثناء التفاعل يبقى هنا مطلوبين عاوز الماس اوف مطر وعاوز الفوليوم اوف مطر يبقى عاوز الفوليوم وعاوز الماس ديورينج الكيميكا ري اكشن هنا الريليشن الكيميكا هنا صوبر بوتاسيوم صوبر اكشايد كومبين بوجود كاتاليست يدينا بوتاسيوم كربونات زائد اكشن هجيب ريليشن ما بين بوتاسيوم صوبر اكشايد وما بين الاكشن وبالتالي هجيب ايه الماس هجيب الماس اوف اكشن بعد كده بعد ما اجيب الماس اوف اكشن هجيب بعد كده الفوليوم اوف اوف اكشن هنا عاوز الماس اوف كالسلم اوكسايد وعاوز الفوليام اوف كاربون دو اوكسايد الاسألة شقين عاوز الماس اوف برو روكت وعاوز الفوليام اوف بروكت يبقى فينا بعد المطلوب الاتنين كالكولات الماس اوف كالسلم اوكسايد في ايبقى بيعد الماسورة كالسلم اوكسايد which reducing from thermal decomposition of 50 جرام كالسلم كاربونيت وبعدين زين كالكوليت. يبقى عاوز دي مطلوب يبقى يجيب ما بين الكلسوم كربونيت والكلسوم اوكسايد ومنها اجيب الايه المطلوب الثاني هجيب ما بين وكربون ضيوكسايد وبالتالي اجيب ما بين kelson كربون جوكسايد ما تنساشي ان أي جاز أو بفاور أي مطر أكيوباي 22.4 لتر at STP standard temperature and pressure calculate the number of ions reducing by dissolving 7.1 gram of sodium sulfate in water لما يطلب منك any problem أو the number of ions لازم أول حاجة تكتبها solubility equation معادلة الزوبانية بتاع الصلط اللي عندهولة يبقى sodium sulfate plus وكمان ما تكتبش HTO اكتب water يبقى يفضل تكتب الصلط plus water يدينا يبقى هنا عملية formation إيه قبل ماقول formation اكتب على السهم إيه dissociation ionization هيدينا two sodium ions plus sulfate ions إيه رأى السؤال تاني بقول إيه calculate number of ions هنا ما حديدت شي يا طرى number of sodium ions ولا sulfate ions ده number of ions يبقى total of ions اللي طلع من عملية الـ ionization اتنين مول ايون من السوديوم و one مول ايون من الصلفate يبقى مجموع الايونز كلها كام تلاتة لذلك number of ions بيساوي number of moles اللي انت هتجيبها تضربها في تلاتة تضربها في أفوغادرو نمبر لو عندك اتنين جرام من impure sodium طالما قال impure sodium يعني مادة غير نقية يبقى impure it is means مكتش it is means sample عينة يبقى عينة غير نقية تعني مكتش تعني impure material يبقى impure material it is means مكتش it is means sample عينة غير نقية اللي اتنين جرام دي لا تستخدم إلا في آخر خطوة عشان تجيب الpercentage يبقى عشان تجيب الpercentage لأي مادة تجيب الماس of تلك المaterial وتقسم الماس of المaterial على total mass اللي هي sample أو impure material أو تديك الpercentage هو عاوزين ايه الpercentage of chlorine يبقى لازم تجيب الماس of sodium chloride وبعد جدا تجيب الماس of chlorine تقسم ه solution calculate الconcentration of calcium hydroxide في البروبلمز الخاصة بالtitration أول خطوة لازم تكتب الchemical equation لأن الchemical equation هي اللي تحدد الام ايه والام بي ايه الام ايه وام ايه الام بي اما نقوله القانون كله على بعضه ام وان في وان على ام ايه ايكوالز ام تو طايمز ام في تو على ام بي حيث ام وان المولاريتي بتاع الحم الاسد وفي وان الفوليام بتاع الايه الاسد على ام ايه النمبر اف مولز اف اصد اللي عدد مولات الحم النمبر اف مولكيولز اللي دخله في الايه في الايه ايه ام تو المولاريتي بتاع الايه البيز في تو الفوليام بتاع البيز على ام بي النمبر اف مول او النمبر اف مولكيو اكوردن تو الكيميكا الاكواشن يبقى الام ايه والام بي مش هتعرف تجيب قيمتهم الا من خلال الكيميكا الا اكواشن طب ام تقول ام وان في وان ايكوال ام تو في تو هون عندما تكون ام ايه اكوال ام بي ايكوال ايه وان يبقى مسائل التايتريشن لازم تكتب اول خطوة فيها الكيميكا الاكواشن عشان تحدد الام ايه والام بي برضو مسائل عشرة ملي من زيرو بوينت وان مولر سلفوريك اسد اديت تو زيرو بوينت تو جرام اف ام بيور سامبل من الكالسيوم كاربونات يبقى هنا عينة غير نقي يبقى ميكيتشار يعني مادة امبيور امبيور انطيل كومبيليت رياكشن يعني التفاعل انتهى تيك بليس كالكوليت زا بريسنتج اوف كالسيوم كاربونات ان زا اكواشن فور زا رياكشن يعني هو عاوز النسبة المقاوية لكاربونات الكالسيوم في العين يبقى كينه هنا عاوز نسبة النقاوة البيوريتي الكلسيوم كاربونات امبيوريتي عاوز الكالسيوم كاربونات البيوريتي بتاعاته قد يبقى اللازم بتجيب بعدين تقسمه على المال 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 all كالسيوم كاربونات في بالنسبة للكالسوم اتنين من عشرة جرام من اتنين من عشرة جرام من اتنين من عشرة جرام من مخلوط شوف مسائل المخلوط يقول لك المادة دي بتتكون من ايه صليد سبستانس كونتينين صديوم هيدرو اكسويد وصديوم كلورايد وز تيتراتي مرة اقول ناتروليز ومرة اقول تيتراتي وز 0.1 مولار of هيدرو كلوريك أسد زا كمبليت راكشن تيك بليك عرفت من اين ان التفاعل انتهى كمبليت راكشن التفاعل انتهى طبعا بي يوزن اندكاتورز هي اللي بتحدد الاند بوين باي كونسيومشن كونسومشن of 10 ملي من أسد كالكوليت البريسنتج of صوديوم هيدروكسايد in ميكيتشر طيب الميكيتشر دي عبارة عن ايه صوديوم هيدروكسايد مع الصوديوم كلورايد عند اضافة هيدروكتوريك أسد هيتفاعل مع مين يطرى هيتفاعل الهيدروكتوريك أسد مع الصوديوم كلورايد ولا مع الصوديوم هيدروكسايد الهيدروكتوريك أسد هيتفاعل مع الصوديوم هيدروكسايد ومش هيتفاعل مع الصوديوم كلورايد لأن حمض الهيدروكتوريك لا يتفاعل مع أملح بالتالي عرفنا مين هيتفاعل مين يخش في التفاعل ومين مش هيتخش في التفاعل بالتالي ممكن أجيب نسبة صوديوم كتلة هيدروكسايد السوديوم وبالتالي أقسم صوديوم هيدروكسايد الماس بتاعها على 2 من 10 جرام بتاع الميكيتشر يديك البريسنتج بتاع صوديوم هيدروكسايد عندي 4 جرام من دابت في المي وضف طلقة زيادة من عشان يترصف في النهاية 9.256 جرام من برضو مسائل طريقة الترصيب 18 تجيب البريسنتج لسا تجيب الماس تقسم الماس الماس صوديوم كولورايد على الماس بتاع الميكيتشر كله أو الامبيور أو السامبل تديك البرريسنتج صوديوم كولورايد مسائل عملية التطاير لحساب عدد جزيئات ماء التبلر عندي سامبل 0.47 جرام أو هيدريتد كالسام كولورايد صوت ومديك المولوكولة الفورمالة بتاعتها سخناها عدة مرات تيل كونستانتماس لعندما سيبت ايه كتلتة بقت واحد زيرو وان 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 بوينت وان وان جرام find out the number of water بالقيول of crystallization in الكول هيدريتد كالسام كالورايد أول خطوة تجيب الماس of water تو ازاي اجيب الماس of water of crystallization in the سامبل تجيب الماس of هيدريتد ايه صوت minus الماس of unhydrated salt كتلة الملح المتهدرة ناقص كتلة الملح الغير متهدرة يديك كتلة الميل وبعدين تجيب الماس of one mole of calcium كولورايد وبعدين تجيب الماس of one mole of ايه water each each one point one one gram of an hydrate كالسام كولورايد bind bind يعني ترتبط ب zero point thirty six gram water وبالتالي نقدر نجيب number of a mole of water تطلع في الاخر كالسام كولورايد مرتبط مرتبط باثنين molecule of water نخش في الجزء التاني chemical equilibrium chemical equilibrium اعاوز اول حاجة equilibrium constant ثابت الاتزان calculate equilibrium constant وقد يكون equilibrium constant kb وقد يكون kc يبقى لو طلب equilibrium constant kb يبقى مديك partial pressure مديك الضغط الجزء بتاع product and reactant تقول kb multiplying pressure pressure بتاع النواتج على multiplying partial pressure pressure للreactant يبقى دي kb يبقى اول فكرة عاوز kb يبقى kb بيساوي multiplying 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 الperture pressure بتاع البرودكت على multiplying الperture بتاع الreactant تديك kb طيب قال لي في سؤال comment on the value of kb علق لي على قيمة kb انا عندي احتمال ايه اما kb less than one او kb more than one لو كانت kb more than one يبقى الreaction يسير في الforward reaction يبقى في الاتجاه الطردي تاني حاجة الconcentration of product more than الconcentration of reactant الاحتمال احتمال التاني kb less than one زي ما هو طالع في النتيجة عندي هنا طالع 4.4 times 10 power negative 4 يبقى هنا الكي بي less than one يبقى هنا small value of kb indicating the small amount of resulting ammonia يبقى هنا الconcentration of ammonia صغيرة جدا يبقى هنا التفاعل reversible reaction تفاعل عكسي يبقى ماشي في الاتجاه العكسي backward direction طب اعمل ايه عشان ازود البريسنتج بتاع الامونيا جاز عاوز ازود الانكريز بتاع الامونيا جاز واحد بصل الchemical equation هتجد ان دلتا اتش negative يبقى اتفاعل اكسي thermic reaction اكسو thermic reaction طب انا عاوز الانكريز ازود ال rate of chemical reaction بتاعه اعمل ايه اعمل cooling هنا اكسو thermic يبقى اعمل على طول decrease temperature اعمل عملية cooling time reaction اقام بني decrease in volume يصاحبه نقصان في الحاج يبقى اعمل increase الامونيا جاز واحد اعمل cooling عشان هنا اعمل increasing للبريجر لان التفاعل اقامبني decrease of volume نمرة ثلاثة اعمل increase concentration of reactant عاوز الاكوليبر constant of reaction بس عاوز هنا كي سي يبقى ميدين الكون concentration بتاع الرياكتنت وبتاع البرودكت يبقى كي سي بيسو multiplying concentration of product power number of mole according to chemical equation balance على multiplying concentration of reactant raise او power number of mole according to chemical equation هنا الكي سي طلعت 50 zero zero 50 point zero one eight يعني هنا 50 وكز يعني more than one يبقى هنا التفاعل بيصير في الforward direction هنا concentration of product more than concentration of reactant لان كي سي more than one يبقى خدنا اول problem على كي بي عاوز يحسب الكي بي تاني problem عاوز يحسب الكي سي تاني problem بقى هيديك الكي سي ويطلب منك الconcentration بتاع احد المتفاعلات الرياكتنت او احد البروتكت شوفت اف اكوليبرام constant of the following reaction كزا وفي الاخر قال يبقى خد ده كان فكرة اول طلب عاوز الكي بي ابدأ وميديك البرش تاني طلب عاوز الكي سي وميديك الكون تاني تاني طلب عاوز الكون بتاع احد المتفاعلات او النواتج وميديك الايه الاكوليبرام كونستن شوف الفكرة الرابعة عاوز الفا الفا بتساوي square root الفا بتساوي square root لمين تعالي تشوف بقى الفا بتساوي square root على كي ايه على سي لان كي ايه بتساوي الفا time زي سي يبقى الفا تربيع بتساوي كي ايه على سي يبقى الفا بتساوي كي ايه square root لكي ايه على سي calculate الكونسنتراتيشن اوف هيدرونيوم ايون عاوز درجة تركيز الهايدرونيوم ايون اين اتنين من عشرة مولار سيليوشن اوف اسيتك اسيت طيب الكونسنتراتيشن اوف هيدرونيوم ايون ايكوال square root لكي ايه طيب c a خلاص بتاع ميديك الكونسنتراتيشن وميديك الكونسنتراتيشن اتربموا في بعضه هات الجازر التربيعي يديك الكونسنتراتيشن ازاي نجيب الKSB نعمل الصلوب meinتي اكوشن كالسوم فولورايد يحصل value عمليه تسيسيشن ايونيزيشن يدينا كالسوم ايون زايد فولورايد ايون كالسوم ايون زايد تو فولورايد ايون وبالتالي KSB بيتساوي ملتبلاينج الكونسنتراتيشن بتاع الكونسنتراتيشن بتاع الفولورايد باور تو مرفوع القص او الpower equal النمبر اوف مولو بالتالي اني ممكن نجيب منها ايه اكس في النهاية calculate السولوبيلتي بروضك النوبادي عاوز السولوبيلتي بروضك المسألة اللي فاتت كان عاوز الكونسانتريشن بتاع احد النواتج اللي طالع من عملية الايونيزيشن هنا مديني كالسام فوسفيت اعمل السولوبيلتي السولوبيلتي ايونيزيشن السولوبيلتي ايكواشن السولوبيلتي ايكواشن هي دي الاساس عاوز النمبر اوف مولز اعمل السولوبيلتي ايه السولوبيلتي ايكواشن عاوز الكي اس بي اعمل السولوبيلتي ايه ايكواشن يبقى كالسام فوسفيت سي اي سري بي او فور باي تو هيدينا سري كالسام ايونز زائد تو فوسفيت ايه ايونز يبقى الكي اس بي يساوي مالتيبليكاشن مالتيبلاينج الكونسانتريشن بتاع الكالسام ايون باور سري الكونسنتريشن بتاع الفوسفيت ايونز يبقى هنا حاصل ضرب تركيزات الايونز ومرفوع الاس equal النامبر ايونز انا بقول النامبر ايونز وليس الاتشارج بتاع الايونز نخش في الالكترو كيميستري الالكترو كيميستري two parts جزئين part one الالكترو كيميستري والتو الالكترو كيميستري الالكترو كيميستري لها فكرتين تاني الالكترو كيميستري البروبلم بتاعتها فكرتين فكرتين الفقرة الاولى يديك two metals لأي ما يديك الاوكسيديشن بوتينشل او يديك الريدوكشن بوتينشل ويطلب منك ست مطاليب هقولهم دلوقتي الفقرة التانية يديك كيميكال اكوشن ويطلب منك نفس المطاليب اللي فاتت يبقى ايه ده وقت مسائل الجالفانيك سل فكرتين لما يديك two metals ويديك الاوكسيديشن بوتينشل او الريدوكشن بوتينشل ويطلب ست مطاليب او يديك كيميكال الاوكسيديشن ويطلب ست مطاليب يبقى مسائل الجالفانيك سل مضمونة عارفين هيطلب ايه ايه المطاليب يقولك من فيهم الانود ومن فيهم الكاثوت من فيهم الاوكسيديزنج ايجنت ومن فيهم الريديوسينج ايجنت كالكولات الاي ام اف الايهية الايكترو موتيف فورس طب يا طرح هتبقى جينيراتور جينيراتور electric current يا طرح هنحصل منها على طيار طيب give reason ليه ولماذا ويعمل لي اتجاه الطيار حدد لي indicate الطيار ده هيسري منين لفين في الاكسي تيرنال واير او اكسي تيرنال سيركت الدائرة الخارجية عيد تاني المط اه اتست مطاليب واحد سواء كانت هيديكتو متل او يديك chemical equation واحد من فيهم الانود من فيهم الكاسود من فيهم الاكسي دايزينج ايجنت ومن فيهم الريديوسينج ايجنت كالكولات اليمف بتاع الجالفانيكسيل بعدين هل هيحصل منها ان يحصل ان احنا نعم obtain generator generation electric current هل هتطلع لي طيار قهرابي الخالية دي طيب ليه ليه لان value بتاعتها positive طالما positive يبقى spontaneous reaction تفاعل تلقائي بالتالي الطيار هيسري من الانود to cathode in wire الwire هنا يمثل external circuit يعني الدايرة الخارجية تعالي نشوف two metals a و b ومديني standard oxidation potential واحد بتاع ايه zero point three والتاني positive zero point seven طبعا واحد negative zero point three والتاني positive zero point seven مين اكبر الاكسيديشن بتاع ال b اكبر من الاكسيديشن بتاع الايه يبقى بيه يعتبر الانود وايه يعتبر الكاسود خلاص بالتالي هتجيب scientific diagram اللي هو الرمز الاصطلاحي الرمز الاصطلاحي using diagram ال diagram اللي هي re-resynthesis cell يبقى عرفت الانود وعرفت الكاسود الانود يبقى حصل لأكسيديشن بروسيس يبقى ده reducing agent والكاسود اللي بيحصل له عملية reduction process يبقى اكسيديز ايه يبقى السؤالين يعتبر مقررين نشوف ال diagram او scientific diagram اكتب الاول الانود وبعد كده لقيه الكاسود وبينهم salt الام اف ما هم اللي اتنين oxidation potential اعمل الoxidation potential of anود minus الoxidation potential بتاع الكاسود هتطلع بوسطف طلعت بوسطف يبقى spontaneous spontaneous reaction تفاعل تلقائي يبقى هنا الoxidation reduction reaction spontaneous يبقى التفاعل ده تلقائي يبقى يصدر عنه طيار طيار كهربي يبقى هنا generation electric current طيب what is the number of faraday required what is the number of faraday required required to precipitate ساعة ما يقول لك جرام برأتهم خلي بالك اقرأ المسألة كويس what is the number of faraday required to precipitate جرام برأتهم of cover of cover of cover according to the following reaction cover ion plus two يدين اقر metal اتكاسو يبقى يبقى خد wire to precipitate جرام برأتهم عاوز عدد وحدات الفرضي اللازمة لترصيب جرام لكل زرة زرة جرامية من النحاس ابحث عن البالانسي ابحث عن الحارج الحارج هنا two يبقى الاجابة two فرضي كالكولات الالكتري كورن انتنست عاوز شدة الطيار required for passing 3.7 فاردي throw on electrolyte for 40 minutes القوانتي of electricity equal القوانتي strength times time times time القوانتي of electricity لازم تكون بالكلوم طب هو من دهالي بالفرضي يبقى نقول 3.0 3.7 times 96500 عشان احولها للكولوم طيب الطايم هنا بكام بالمنت لازم احوله للثاني second اضرب 40 times 60 عشان تطلع بالايه second يبقى فعادش عندي قدام مني الا current strength او current intensity منها بالتالي اقدر اجيب شدة الطيارة what is the quantity of electricity بالكلوم عوش كمية الكهرباء بالكلوم necessary to separate 5.6 من 10 جرام من الايرن for solution of iron coloride اول خطوة عمل اجيب الاكيوف الانتماس والاكيوف الانتماس of iron بيسوي الاتوم كويت او الاتوم على هو مدين الاتوم بخمسة وخمسين 86 من 100 اقسم على 3 طب الاكيوف الكوانتي بالكلوم بيسوي الماس في 96500 على الاكيوف الانتماس ومنها اجيب الكوانتي بالكلوم الامينيوم metal is produced from electroses of molting cal aluminium oxide calculate number of aluminium moles الproblem دي ممتازة جدا كويسة جدا تجمع ما بين الchemical calculation و الالكترو كميستر هو عاوز number of moles of aluminium عاوز number of aluminium moles عاوز عدد مولات الايه الالمونيوم طب انا مش ممكن اجيب عدد number of moles اللي سيجن عندي الماس of aluminium صح يبقى اول اجيب الماس of aluminium which precipitated او separated من القانون الماس of aluminium precipitated or separated بتساوي القوانتي of electricity طايم زي الاجتماس على 96500 بالتالي اجيب الماس of aluminium اقسم الماس of aluminium على الماس of one mole تديك number of mole of aluminium هنخش بعد ما انتهينا دلوقتي من chemical equation والchemical equilibrium والالكترو chemistry هنشوف various equations by using balance simple chemical equation how can you obtain هنخش في البروبلم الخاص how can you obtain كيف تحصل على ازاي تحول كذا الكذا how can you obtain phenol from benzin خلي بالك بقى تحولات المشهورة والشائعة phenol from benzin benzin اعمله عملية halogenation indirect sunlight وجود ال fecl3 iron tricoloride as a catalyst خلي بالك هنا هعمل عملية halogenation in indirect sunlight in presence iron tricoloride as a catalyst هدينا kloro benzin kloro benzin افعله مع sodium hydroxide at hard condition والhard condition هنا 300 درجة مقوية 300 ضغط جوي عشان يعمل breaking للبوند اللي بين القلور والbenzin ring يدينا الفينول how can you obtain a sylingil from ethanol جميلة alkyl contain two hydroxyl group من alkyl يحتوي على one hydroxyl group مش ممكن مباشرة لازم على خطوطين l-ethanol اعمل له عملية dehydrating by using kong sulfuric acid 180 درجة مقوية هدينا الاثيلين اعمل الاثيلين اعمل fire reaction امر الاثيلين c2h4 على potassium birminganate in alkaline medium يدينا الاثيلين جريكل how can you converted carboxyl group of an organic compound into hydroxyl group الاكويشن دي نادر او كثيرا من الطلبة ما بيتذكروا هزي الاكويشن لكن هم عارفين ازاي يحاولوا ايسانون الى acetic acid by oxidation process الايسانون اعمل له oxidation by using potassium dichromate acidified cong sulfuric acid هيددين acetyl dhyr continuous oxidation reaction هيددين acetic acid لكن ازاي يحاول acetic acid الى ايسانون اقوله في خطة واحدة هيعمل reduction بالهيدروجين in present cover kormate 200 درجة موية يبقى عشان تحول carboxylic acid acetic acid to اعمل له reduction بالهيدروجين in present cover sulfate عنده 200 درجة موية يدينا الايسانون يبقى حاولت هنا الكاربوكسيل group الى hydروجسيل group في خطوة واحدة لكن الايسانون الى acetic acid على خطوطين الايسانون الى acetic acid على خطوطين بعملية oxidation process لكن هنا الاسيتيك acid احاول الاسيتيك على خطوة واحدة ازاي احاول aromatic acid into acetic acid amine شو ممكن تجيب acid amine الا من خلال استر الاستر اعمله amonolulces amonolulces عاملية تحل انه شادري اديك الامide acid amide يبقى الاسد اللي عندي لازم افعله مع كحول يبقى بنزوج acid plus ايثانون في وجود dry hcl dry hcl as dehydrating agent كعامل نازع للمية علشان prevent الbackward reaction التفاعل العكسي او الbackward direction يبقى عشان يمنع prevent الbackward reaction يدينا ايصايل بنزويت ايصايل بنزويت اعمل لها amonolces باستخدام الامونيا جاز يدينا abenzamide plus ايثانون show by balanced chemical equation how to obtain ميثان جاز from ايثانوك اصد ازاي تحاول الاثانوك اصد الى ميثان ازاي تحاول الاثانوك اصد الى ميثان انا فاكر الميثان بحضره ب dry distillation لسوديوم اسيتات مع كاستي مع سودالايم تمنى ما عنديش سوديوم اسيتات يبقى لازم افعل الاسيتك اسيت مع السوديوم هادروكسايد يدينا سوديوم اسيتات افعل السوديوم اسيتات مع سودالايم والسودالايم دي عبارة عن ميكيتشار من سوديوم هادروكسايد مع كالسام اوكسايد يدينا ميثان زى السوديوم كاربونات how to obtain بيكريك اسيد from كولورو بنزين كولورو بنزين افعله مع السوديوم هادروكسايد in hard condition 300 درجة مقوية 300 ضغط جوي عشان يعمل بريكينج للبون ما بين القلورين والبنزين رنج هيددينا فينول الفينول اعمله عملية نايتريشن بوسطة نايتريك اسيد كونك في وجود كونك سالفوريك اسيد يدينا اتنين اربعة ستة تراي نايترو فينول اتيس كولد بيكريك اسيد وبيكريك اسيد ده يستخدم ازا اكسي بلوسيد زى تريتمينت البيرنز علاج الحروق شو بغي بلانس كيميك الاقواشن هاو كان يوبتين ايتش زى فولوين عاوز اسيتون فروم تو برومو بروبان تو برومو بروبان اعمله الكتروليسيز 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 اعمله هنا هيدرويسيز بوتاسيوم هيدروكسايد سيليوشن يبقى اتنين برومو بروبان تو برومو بروبان اعمله هيدرويسيز ان بوتاسيوم هيدروكسايد سيليوشن هيددين اتنين بروبانول او ايزو بروبانول او سكندري بروبانول اتنين بروبانول اعمل لها عملية اوكسيديشن باي يوزنج بوتاسيوم برمينجانيد acidified concrete acid يدينا acetone والacidone ده طيب بتاعه ketone من الكيتونات how can you obtain acyl benzoate from toluin معشان تجيب acyl benzoate اللي هو ايستر اللي هو نوعه ايستر يبقى لازم يكون عندك acid وعندك الكوت انا لا عندي acid ولا عندي الكوت يبقى الايصاية البنزويت اجيبه ازاي من الطلون الطلون اعمل له catholic oxidation اكسادة حفزية in presence vanadium bentoxide خامس اكسيد الفاناديوم vanadium bentoxide يبقى اجيب الطلون اعمل له oxidation in air اكسادة في الهوى يبقى اكسادة بوسطة الهوى في وجود vanadium bentoxide يدينا benzoic acid البنزويت افعله مع الاسانون in presence dry HCL اذا dehydrating agent عشان يمنع الbackward reaction وبالتالي عمل absorb للمية عشان يمنع التفاعل العكسي وتكون بنزويت اصير بنزويت اذا ايه استر showing show by balance chemical equation how what happen in each of the following cases ايه لا يحصل في الحالات الاتية addition of iron tricoloride solution to ammonium thiocyanate solution ركز على المعدل كويس جدا المعدل المعدل هي مشهورة جدا تستخدم كتير اوي واكتر حاجة في chemical equilibrium عشان بتوضح relation between rate of chemical reaction and concentration of ions او concentration of reactant يبقى الفرك coloride اقول فرك coloride or iron tricoloride بناخد الاسم المودرن احسن iron tricoloride plus ammonium thiocyanate يدينا iron tricyanate plus ammonium chloride طبعا التفاعل reversible reaction هيدينا bloody red color bloody red color لون احمر دموي المستخدم في الخدعة السينمائية نظرا لاهمية الاهمية الاكوشن ده عادة تاني iron tricoloride plus ammonium thiocyanate thiocyanate اعمل liberation thiocyanate thiocyanate in industry تحضير thiocyanate في الصناعة عندنا اجيب الاول الملاس لو c cross لو c 12 h22 o 11 c12 h22 o 11 plus water و على السهم اكتب ال air واكتب ال condition هنا hydrols الhydrols دي لازم تتم في وجود infertase enzymes لازم اكتب على السهم infertase enzyme ليه هو انا ما جيبش السيكاروس بتاعنا اللي هو شغر can او can شغر سكر القصب can شغر can شغر اللي هو c12 h22 o 11 زائد مية ومدوب في المية هادينا جلوكوز وفراكتوز ولا لازم اقول c12 h22 o 11 plus water اكتب infertase enzyme يبقى دي عملية hydrols in enzyme suitable enzyme لازم اكتب على السهم suitable enzyme هادينا جلوكوز زائد فراكتوز اأخذي الجلوكوز وعمله عملية fermentation عملية تخمر في وجود zymez enzyme هادينا ايسانول زائد carbon dioxide plus heat خلي بالك الخطوة الاولانية hydrolysis الخطوة التانية fermentation يبدأ الخطوة التانية بتاع تحضير ايسانول from sickrose dry distillation of sodium بنزويت عملية زي dry distillation of sodium acetate سواء sodium acetate او sodium بنزويت هفعلها مع السوداليم ايبادي dry distillation هادينا بنزين لو خط الصوديوم acetate مع الصوداليم هادينا الميسان زائد صوديوم كاربونيت the reaction of ايسانول was concentrated sulfuric acid at 180 درجة مقوية الايسانول will react مع conch sulfuric acid له 3 احتمالات ايسانول مع conch sulfuric acid عند 80 بعدين بعدين مية وتمانين يبقى 80 هادينا ايسايل hydrogen sulfate 180 sulfuric acid مع ايسانول هادينا ايسيلين يبقى ايسانول مع conch sulfuric acid عند 180 يديك ايسيلين زائد مي طب ايسانول مع conch sulfuric acid 80 درجة مقوية يدينا ايسايل hydrogen sulfate طب ايسانول مع conch sulfuric acid ايسايل درجة مقوية يدينا داي ايسايل ايثر يبقى عندك ايسايل ايسايل 180 140 show by balance chemical equation how can you obtain each of the following عاوز البنزن البنزن sulfuric acid from sodium benzoate عشان تحصل على بنزن sulfuric acid من sodium benzoate لازم الاول sodium benzoate اعمله dry distillation مع sodalime يدينا بنزن البنزن اعمله عملية sulfuration يدينا بنزن sulfuric acid عاوز عاوز يحصل على ايسايل coloride from acetic acid يبقى لازم الاسيت احوله الاسانون واخد الاسانون افعله مع اله يبقى الاسيت اعمله reduction في وجود قبر sulfate عنده 200 درجة مقوية يدينا الاسانون الاسانون افعله مع اله cl and presence zinc di coloride يدينا الاسايل coloride plus h2o by using balance simple chemical equation how can you obtain nitrobenzen from sodium benzoy عشان اجيب النايترو benzoy يبقى لازم يكون عندك بنزين رنج طب هنا عندك sodium benzoy يبقى لازم افعل sodium benzoy مع الصود الليم اللي هي الميكتشر من الصودوم هادروكسيد بلاس كالسوم اوكسيد باي هيتين يدينا بنزين وعدك البينزين اعمل له عملية nitration بواسطة ميكتشر من ناتري كونك ناتري اصد مع كونك سلفوري اصد باي هيتين عند 50 ديجري سنتجري يدينا نيترو بنزين طب how can you obtain di هادري الكل from monohydric الكل عاوز كحول فيه مجموعتين هادروكسيد من كحول فيه مجموعة هادروكسيد واحدة الايسانون عمله دي هيدريتينج باي يوزينج كونك سلفوري اصد عند 180 درجة مئوية يدينا الاثيلين الاثيلين اعمل باي الرياكشن الاثيلين بلاس ماي بلاس او الاثيلين ااتوميك اوكسيجن اللي جاي من البوتاسيوم بربنجانيت والبوتاسيوم بربنجانيت اذا اوكسيديزينج ايش اندرها ايه اعطاء ااتوميك ايه اوكسيجن الكلام ده في وجود القلي موديم القلي ميديم يشوفي السؤال اللي بعد كده وضح how can you obtain the following cycle الكان from normal الكان cycle الكان من normal الكان مركب مقفول من مركب مفتوح سلسلة مستقيمة سلسلة ايه حلقية cycle الكان from normal الكان cycle الكان الnormal hexan normal hexan اعمل له catholic reformation اعمل له عملية اعاد اعادة تشكيل catholic reformation اعادة تشكيل محفزة حولت من open serious to cycle cycle formation عملية مفتوحة الى جزء مقفول من مركب مفتوح لمركب مقفول يبقى normal hexan امرره على البلاتينيوم الساخن يدينا البنزن البنزن افعله مع الهايدروجين يدينا cycle hexan c6 h12 general formula بتاعه cn h2n عاوز بكريك acid from color benz color benz افعله مع cdm hydro oxide عند hard condition لازم 300 درجة مقوية 300 ضغط جوي atmospheric pressure يدينا الفينول الفينول اعمله عملية nitration وان ناتريش اده كتير nitration ميكيتش من nitric acid cong مع sulfuric acid cong وسخنهم عند 50 درجة مقوية يدينا 2 4 6 سلاسي nitrofenol اللي هي picric acid هيديك table السؤال ده موجود في كتاب المدرس هيديك table ويطلب منك من table choose from the above table the compound or compounds that considered الات بص الجدو table كويس عندك بيديك في table ايه two propanol one propanol becric acid اتنين missile واحد propanol اتنين missile اتنين propanol والكاتي كون واحدة واحدة ازافين ازافين اللي هو يعتبر من الفينولات الفينول هنا الكاتيكول بس كتير اوي من الطلبة هيقول البيكريك اسد البيكريك اسد ديريفد يعني مشتق من الفينول انا بتكلم على الفينول بس الفينول classified into قد يكون فينول كاتيكول بايروغالون الفينول مونهادريك الكاتيكول دايهادريك البايروغالون ترايهادريك احد الهدروكسايل الفينول ثنائي الهدروكسايل ثلاثة الهدروكسايل اما البكريك اسد فهو ديريفد يعني مشتق من الفينولات وليس فينول يبقى البكريك أسد ده من الفينول طيب عاوز نمرة اتنين ساكندري ألكول الساكندري ألكول هنا اتنين بروبانول طيب عاوز ألكول which gives الضهايد on oxidation علشان يتكون الضهايد يبقى لازم يكون عندك primary ألكول طالما عندك primary ألكول يبقى ده يحصل له oxidation ويتكون الضهايد يبقى هنا واحد بروبانول واحد بروبانول ده يعتبر primary ألكول برضو ممكن اعتبر اتنين ميسايل واحد بروبانول اعتبره primary ألكول طيب السؤال ركب أربعة ألكول which gives ketone on oxidation ايه المركب اللي بعمله أكسادة يدينا كيتون أكيد الساكندري ألكول والساكندري ألكول اللي هو اتنين بروبانول السؤال رقم خمسة البرودكت ايه الناتج من نيطرة الفينول نيطرة الفينول بيدي نمرة خمسة بيكريك أسيد ضاي زرطي هيدروجين واستبدلتهم باي هيدروكسايل جروم طيب تترا سبستيتيوتيد بنزل تترا سبستيتيوتيد بنزل اللي هو بكريك اسد سؤال عالي جدا رابط الكحول الالكول والفينول مع بعض التابل ده موجود في كتاب المدرسة المهم جدا جديد سنوية عامة سابقة التابل ده موجود في بتاع كتاب السيودونت بوكو بتاع ايه الطالب اسيتك اسد فورمك اسد اوكزالك اسد ايصايل فورمات ميصايل اسيتات ايصايل اسيتات فورم زا اباف تابل عاوز يحصل على الاتي تو ايزومر السؤال ده جهسة نوية عام الفين واربعتاشر السؤال الرابع شان ده اللي فاتت تو ايزومر التو ايزومر هنا هيطلع اسايل فورمات وميصايل اسيتات دولون التو ايزومر عاوز تو كومباوند ذات جيفز اسيتامايد اون امونيولولسز عاوز مركبين بيعطم اسيتامايد اون امونيولولسز مركبين عند التحلل النشادري لهما يدي اسيتامايد يبقى اكيد ميصايل اسيتات وايصايل اسيتات الميصايل اسيتات لما عمله امونولولسز يعني مع النشادر يدينا اسيتامايد زائد ميثانون الايصايل اسيتات لما عمله امونولولسز مع الامونيا هيدينا إيثانول بلاز أسيتامايد دلتو كومباوند فروم أسيتامايد القومباوند ذات جيفز إفارزينز ويز سوديوم باي كربونات كفاية مركب واحد وليه كفاية ايه المركب او المركبات اللي هتدي فورا اللي هي الأسيدي تيست مع السوديوم باي كربونات ايه كاربوكسيلك أسيت يبقى أسيتك أسيت يدي فورمك أسيت يدي أجزالك أسيت يدي بس يبقى أسيتك أسيت فورمك أسيت أجزالك أسيت بتعمل إفارزينز مع السوديوم باي كربونات سؤال الرابع air compound that is named according to أيوباك أي الأيوباك system اللي هو الايصايل ميسانويت اللي هو الايصايل ايه ها ميسانويت الايصايل ميسانويت لا ده هنا الايصايل فورميت لا مين هنا دلوقتي المركب اللي هيكون مسمى بنظام الايوباك تعالوا نشوفوا كده هنا الايصايل ميسانويت اللي هو ايصايل فورميت ايصايل فورميت هنسميه بنظام الايوباك هنسميه ايصايل ميسانويت ميسانويت شوفي التاب اللي بعده عندي ميسايل الجدول ما يلي ايه الايصطرات الايصطرات كالقاتي ميسايل ايصايل فورميت ميسايل فورميت دي كلها ايصطرات هاتل ايه الصوتس كاربوكسيليك سوديوم أسيتات بوتاسيوم أسيتات الكمباون which take name according to ايوباك سيستم هنا اللي بتسمى حسب according to الايوباك سيستم الوحيد ايصانويت ايصايل لانه بيسمى بالقوم القوم النام acetic اصيد الايزوماريك كمباون هنا بالنسبة الايزوماريك كمباون هنا الايصانويت الامك الايصانويت على السؤال ده اعمل له كومنت الايصانويت ايصانويت والامك الميصانويت الموليكلار فورمرا بتاعتهم C2H4O2 الايصانويت اكثر عن الميصانويت ميسايل فورميت ليه لأن الإثانوك أسد بيعمل فورميشن هايدروجين بون قوزز انكريز البولينج بويند أما الميسايل فورميت فدي أسطر نوفاوند هايدروكسايل جروب اللي بتعمل هايدروجين بوند تعان شوف فورميك أسد عندي تيبل برضو فورميك أسد إيثانوك أسد أكزالك أسد بنزوك أسد بيوتوريك بيوتوريك أسد سلسلك أسد السؤال ده موجود بالنص فيه في جزء بتاع دول هي فورم زا بريفياس تيبل منشن زا فولوينج أروماتيك مونو كربوكسيليك أسد أروماتيك مونو كربوكسيليك أسد هنا هيكون بنزوك أسد طيب داي كربوكسيليك أسد هيكون هنا أكزالك أسد أسد in which the number of كربوكسيليك جروب equal the number of كربوكسيليك أسد هنا دلوقتي عدد ذرات الكربون تساوي عدد مجموعات الكربوكسيليك ممكن أقول الفورميك أسد number of كربوكسيليك أسد equal كربوكسيليك جروب يبقى فورميك أسد تمشي وتمشي أكزالك أسد أسد an acid contain two functional group إيه الأسد اللي بيحتوي على two functional group ده سلسلك أسد السلسلك أسد the aromatic acid contain كربوكسيلي جروب نشوف السؤال الجديد جيفريزم مفيش امتحان سنوية عام general secondary certificate إيه اللي ما جيب لك جيفريزم ومعظم الجيفريزم اللي بدها لك كلها شائعة ومشهورة نشوف أول سؤال في الجيفريزم salt British must be used in galvanic cell طبعا كلنا عارفنا عشان تعمل neutralize of excess ion in post half cell thus it prevents the formation of electric potential between two solution طيب نمرة اتنين جيفريزم الكونك سلفوريك أسد is added in ester formation and the nitration ايه دور او ليه بتحط كونك سلفوريك أسد في الاستر فكيشن reaction والنيتريشن الاجابة عشان to absorb the water producing and prevent the reversible reaction سؤال مشهور ركز على الأسئلة دي كويس جدا ركز على الأسئلة الأكثر شيوعا الكونك سلفوريك أسد is added in ester formation and the nitration reaction على شام to absorb due to absorb the water producing and prevent the reversible reaction المرة تلات جيفريزم the catalyst does not affect the position of equilibrium in reversible reaction الكاتاليست ليه بقى بيعمل ايه decrease the activation energy required to accelerate يعجل irreversible and irreversible reaction at the same time تاني نظرا لأهمية هذا السؤال الكاتاليست does not affect the position of equilibrium and irreversible reaction علشان الكاتاليست decrease the activation energy required to accelerate reversible and irreversible reaction at the same time الدنسي of oxygen gas is more الدنسي of nitrogen is more than the oxygen of nitrogen شوف سؤال الدنسي عموما سؤال الدنسي تلاتة احتمالات لإما الدنسي بتاع المركب A equal الدنسي of ركب B أو الدنسي في المركب A more than الدنسي of مركب A B الدنسي of مركب A less than الدنسي of مركب A B ثلاث احتمالات ايا كان equals more than للزان دور على المolecular mass because المolecular mass of كذا اكبر من كذا ده اقل من ده ده بيساو ده جي سؤال السنة دي سنوية ازهرية 2015 دور اول يوم 22 ستة الماضي ده اللي احنا فيه قالوا ليه الدينسي of isiline equal الدينسي of nitrogen النايتروجين المolecular mass بتاعه ب28 22 14 الاسiline 22 12 زاد 4 24 24 28 28 28 28 28 29 انا اي سؤال عن الدينسي دور على المolecular mass اما equal اما more than اما less than شوف السؤال اللي بعد give reason ليه استخدمنا using ميكتشر من الفولورايت سولتس of aluminium sodium and calcium in spite of karyolite ليه استبدلنا الكاليرايت واستبدلناه بميكتشر من الفولورايت سولتس املاح الفولورايت سولتس للالمونيوم والصوديوم والكالسيوم and extraction of aluminium industry because this ميكتشر gives the bauxite melt character characterized by low melting point and the lower dynasty compared the melt obtained of karyolite mention the structure formula cool napsaline di phenyl do you consider these two compound isomer ولا ليه هواي الاستراكشور اوف فورمولا اوف ناف سليم حلقتين بنزين جنب بعض والمولوكة الفورمولا بتاعتهم سي عشرة اتشي تماني الاستراكشور فورمولا فور داي فينايل حلقتين بنزين تو فينايل جروب بس مش متلاصقين اللي هي المسال رقم اتنين اللي تحت هل المركبين دون ان يعتبروا ايزمر زي ار نط ايزمر ديو تو ديفرنت مولوكة الفورمولا اوف اتش اوف زمن تعالا نشوف النفسالين هاتليه سي عشرة اتش تماني تعالا نشوف الضيف فينايل سي اتناشر اتش عشر لازم الاول سيميلر في المولوكة الفورمولا ديفر انستراكشور فورمولا الاكزامبل الموجود ده بيعمل كونيكشن ما بين الكيميكال كالكوليشن والارجانيك كيميستري the molecular mass of hydrocarbon is 58 المolecular mass it is means المول المass of one mole of hydrocarbon 58 جرام it's small contains 40 48 جرام carbon عاوز المولوكة الفورمولا وعاوز المركب ده له تو ايزمر اكتبهم لي الاستراكشور فورمولا بتاعتهم وسميهم حسب الايو باك سيست اول حاجة تجيب mass of hydrogen الhydrogen ليه لأنه منديك mass of carbon 48 عشان نجيب mass of hydrogen equal 58 minus 48 يديك 10 جرام تاني حاجة نجيب number of carbon atoms نقسم 48 على 12 يبقى 4 atom number of hydrogen atom number of hydrogen atom بتسوي 10 على واحد بتسوي 10 atom من يبقى الموليكول فورمولا of hydrocarbon C10 H8 مدام قال C10 H8 يبقى ده saturated hydrocarbon اليفاتيك hydrocarbon الجينرال له بتاعه CN H2N بلاس 2 يبقى الاستراكشور فورمولا بتاعه تو ايزمر الاولاني اسمه normal بيوتان normal بيوتان او بيوتان حسب الايوبات المثال التاني اتنين ميصايل بروبان اتنين ميصايل بروبان read the following statement then the answer to which and that follow it when glycerol react with nitric acid and presence of concentrated sulfuric acid substance X اللي تكون it is producing يبقى دلوقتي الجليسرول اما يتفاعل مع بتاع nitric يبقى ده على طول يدي nitroglycerin طيب كويس دي بعرفنا المادة X المادة X بتستخدم في نطاق واسع في treatment of hurt crisis what is the name of the substance X عرفناها another use usage of substance is it is used بتستخدم في preparation X explosive substance تستخدم في عمليات المفرقعات اللي هي X explosive write the balanced chemical equation which describe the reaction of nitric acid with benzine in presence hot concentrated sulfuric acid البنزين مع nitric acid in presence sulfuric acid Dic A nitro A benzine A and B A and B are two organic compound having the molecular formula C2H6O the one example على ظاهرة el isomerism C2H6O بول A write the structure formula for H compound الأولاني CH3 CH2OH التاني CH3O CH3 الأولاني Ethanone الثاني Dymesile Ether طيب if the compound A اللي هو Ethanone responds to oxidation reaction يعني بيحصل له عملية اكساد and compound B does not ما بيحصل اكساد فعلا ال Ethanone بيحصل له عملية oxidation بينما ال Ethan ما بيحصل اكساد how can you converted compound A to compound A B عشان احول ال Ethanol الى اثر مش هينفع الا بطرقة واحد اجيب ال Ethanol مع concentrated sulfuric acid at 140 40 40 140 درجة مقوية هادينا die Ecyl Ether plus water how can you obtain hydrogen from one of two compound اللي هيدي الوحيد hydrogen هو ال Ethanol اما ال Ethan مش هدفعت دي يجي لك سؤال how can you differentiate between Ethanol and Ether by using sodium metal احط الصودium على الاثنين الصودium replace الhydrogen بتاع الOH يدينا sodium ethoxide plus hydrogen evolves when calcium react with carbon compound A is forming طالما الكلسوم تفاعله مع الcarbon يبقى المركب ايه it is consider calcium carbide يبقى اول نقطة عندي اسمه ايه يبقى ايه يعتبر calcium carbide تعيد on dropping water او drop wise يعني نقطة 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 drop dropping water او drop wisely بالت بالتنقيد on compound ايه compound b is forming يبقى calcium carbide plus water واكتب على الارو dropping water او drop wisely هيدينا acetylene calcium carbide زائد ما يدينا acetylene يبقى المركب ب acetylene او ethyne يبقى المركب ايه calcium carbide المركب b acetylene او ethyne يبقى b is ethyne is forming on adding water to compound b يبقى انا بعمل عملية hydration in presence catalyst يبقى acetylene plus water في وجود catalyst اللي هو mercury sulfate المركب sulfate في وجود conch sulfuric acid 60 درجة مئوية هيدينا acetylene dehide يدينا ايه acetylene dehide طيب on heating طيب يبقى المركب ايه عملتله عملية hydration and heating liquid يبقى خلاص كده طيب هناخد المركب المركب اللي هو c اللي هو acetylene ونعمله عملية on heat on passing compound db through red hot nickel tube of a vapor of compound db d is formed يبقى المركب d is benzene لان acetylene عملتله cyclic polymerization يبقى يدينا benzene طيب from the previous formation write the balance chemical equation وضح the philogue how to obtain dichloro dichloro e-sane from compound b مركب ده مشهور ازاي تحصل على dichloro e-sane from e-sine from e-sine ال-e-sine افعله مع ال-HCL يدينا vinyl chloride ادي له excess من HCL يدينا 1-1 dichloro e-sane the effect of sulfuric acid on compound d المركب d قلنا عليه benzene aromatic benzene المركب d aromatic benzene اعمله عملية sulfonation يدينا benzene sulfonic acid mention one usage of compound c of acid او غيره من المركبات الاخرى ممكن احضر من المركب c اللي هو الاسيتيلين احضر منه اثانوك acid احضر منه اثانو احضر منه مركبات عديدة from them and experiment was carried out on two organic compound a and b it was the found z مع الصوديوم هيدروكسايد يبقى ايه المركب ايه يعتبر ايسا نور طي المركب بي المركب بي مع كل من بوس صوديوم كربونيت and الصوديوم هيدروكسايد اكيد ده اسد على طول مو مدام ايلي ده اليفاتك يبقى ده على طول اسيتك اسد اللي بيتفاعل مع القلويات الالقلية ويتفاعل مع الصوديوم ايه كربونيت يبقى ده ايه اسد يبقى كربوكسيلك اسد وليكن such as acetic acid to which group of compound a and b give example of 4HM write symbolic equation the reaction between a and b احنا عرفنا المركب ايه اللي هو ايسانون المركب بي اللي هو acetic acid الرياكشن between a and b يعتبر ايه استرفكيشن او استرفكيشن بروسس يبقى organic acid بلاس الكول يدينا استر بلاس ووتر طبعا الكلام ده in presence dehydrating agent وليكن concentrated sulfuric acid يدينا acyl acetate اكسبلين the role of each the following الاناتيكال chemistry in agriculture تحليل كيميائي في الزراعة الكاتاليست in industry دور الحافز في الصناعة حاجات دي استخداماتها في حياتنا economic importance الكونباوند في حياتنا الاناتيكال كيميستري تستخدم في الاجريكالشور في possible to know احتمالة او معرفة الكونستيوتانت مكونات الصويل الطربة and rocks الصخور to decide where the soil suitable or not for cultivation يعني الزراعة الكاتاليست in دستري العامل الحافز في الصناعة دي امكانية اكسلرات يعجل most of the slow reaction by using catalyst which increase the reaction rate without raising the temperature وهكذا what is the role of the H the following البوتاسيوم هيدروكسيد in مركري سل تستخدم البوتاسيوم هيدروكسيد as الكترو لائد الصودا لائم in preparation of مثان or aromatic benzine لما اقولك الصودا لائم في preparation الميثان or aromatic benzine الصودا لائم عبارة عن مكتشر من الصودوم هيدروكسيد والمكتشر من الصودوم هيدروكسيد react with صودوم acetate forming ميثان و صودوم كربون والكالسوم أكسيد تساعدنا في تساعدنا دورها إذا كان لديك ثلاثة الزجاجات تحتوي على ال ايثانول الفينول acetic acid اكسيب لين how can you identify each of them practically يبقى ندخلنا في اسئلة how can you differentiate between ايثانول فين ال acetic acid يبقى عندي تلاثة مركبات how can you differentiate how can you detection how can you identify between ايثانول فين acetic acid اول تجربة تجربة الاولى اجيب فرك او iron tricoloride solution هيدي نتيجة واحدة بس مع الفينول violet color وال ايثانول وال acetic acid مفيش no reaction نمرة اتنين تجربة التانية اجيب sodium carbonate sodium carbonate هيدي نتيجة مع acetic acid وهيدي نتيجة carbon dioxide which turns to milky or tribut الفينول والاي سروب مش هيدفع له تلاتة تجربة اجيب acetic acid acetic acid هيتفعل مع ال ايثانول ودينا الاسطر اوضر رائحة الاسطر الزكاية يبقى عندي ثلاث تجربة how can you differentiate between diluted acetic acid و pure acetic acid طبعا دي يعتبر السؤال ده موجود على الايونيك اكوليبرا bypassing on electric current in each of them electric conductivity of diluted acid is more than pure acetic acid لان diluted acid يبقى عنده more ions اكتر من pure acid in case في حالة diluted acetic acid the lump give elimination يعني عملية اضاءة اكتر بينما في حالة pure acetic acid the lump does not eliminate يعني ما بتنورش اكتر طيب how can you differentiate between a cell alcohol and phenol من الاسئلة الشائعة جدا الفينول اجيب iron trichloride iron trichloride اللي هي fecl3 solution if violet color is formed it is phenol طب لو ما حصلش حاجة no reaction ايه بقى دا على طول ايه ايه ايسانون litmus solution and phenol phethylene solution برضو chemical equation chemical calculation ها هستخدم ايه هنا litmus solution و عندي phenol phethylene solution by adding acid solution to both solution if the color turns colorless the solution is phenol fethylene the color turns red if a solution is litmus show by practical experiment how can you detect the presence carbon and hydrogen elements in organic compound طبعا هنجيب organic compound ونعمل له burning مع cover oxide black carbon oxide black cover oxide والمشاهدات observation conclusion the white color of anhydrous cover sulfate turn blue lime motor turn ايه تريب نشوف الايه chemical equation carbon زائد 2 cu يدينا cover زائد carbon dioxide evolves hydrogen مع cover oxide black يدينا cover red زائد h2o how can you differentiate between the following misan and aceline ده سؤال شائع ومشهور طبعا باستخدام two different experiment اول حاجة by adding bromine dissolving in carbon tetra chloride to h of them في حالة الميسان جاز no effect في حالة الاسين او الاسيلين جاز the red color of bromine disappear يعني اختفى او the red color of bromine حصل له بقى colorless بعد ما كان red بقى colorless بقى عديم اللون ازاي تميز برضو تاني بين الميسان وبين الاسيلين اقول له by adding potassium bermanganate solution in alkaline medium في حالة في حالة الاسانول في حالة في حالة الميسان no effect في حالة الاسيلين violet color بتاع potassium bermanganate اصبح colorless طيب يبقى الوقت ما يستبقى الميسان differentiate between ميسان and the isin saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon by two different experiment شو بسؤال رقم اتنين how can you differentiate between isan وده يعتبر primary alcohol and two two missile two butanol tertiary alcohol ازاي تميز ما بين primary alcohol with tertiary alcohol by using one experiment هنا هستخدم potassium permanganate solution acidified cong sulfuric acid of 2 H of them في حالة two missile tube butanol no effect في حالة الاسان acid and carbolic acid by acidity test هنا موضح التجربة بتجربة ايه لان ممكن اجيب تجربة تانية هنا الاسان noic acid and carbolic acid ممكن اعملك بتجربة تانية بس هو حد التجربة معينة اللي هي الاسيدي test هقولك التجربة التانية طالما قال الاسيدي test يبقى by adding sodium carbonate or sodium bicarbonate solution 2 h of them في حالة الكربolic acid no effect في حالة الاسان acid ever since take place and the carbon dioxide evolves which تربت lime water acetic acid مع sodium carbonate ادينا sodium acetate sodium acetate زائد carbon dioxide زائد water لكن ethano carbolic acid اللي هو الفينول مع sodium bicarbonate مش يحصل حالة التجربة التانية عشان اعمل differentiate between ethano acid والcarbolic acid هستخدم iron tricoloride ما هو iron tricoloride هيدي مع carbolic acid اللي هو الفينول violet color ومش هيدي مع ethano acid acid التجربة التانية كيف how can you differentiate l-e-silling gas and m-e-sine gas by using potassium bermanganate solution ازاي التميز ما بين الميسان gas والإسلين gas او l-e-sine gas by using potassium bermanganate as alkaline solution في حالة الميسان gas نؤفت في حالة الإسلين gas the violet color of potassium bermanganate disappear اي اصبح colorless how can you differentiate between the following latemus solution and phenyl phylline solution تعالى نميز ما بين latemus solution وما بين phenyl phylline تعالى نشوف color in acidic medium في حالة phenyl phylline يبقى colorless لكن في latemus اصبح red تعالى هنعمل differentiate تانى color in basic medium في حالة phenyl phylline red لكن في حالة latemus blue how can you differentiate between acinoic acid and carbolic acid قلناها دلوقتي acidity test او باستخدام iron tricloride هناخد بقى السؤال drawing drawing سؤال الرسومات ال preparation لازم انت عدك كم preparation preparation of mesine gas preparation of acine gas preparation of acetylene gas لازم يجي لك واحد بالتلاتة السنة اللي فاتت جات acetylene gas اللي هي الرسمة اللي قدام مني يبقى لازم الرسونات تعود الرسم عاوز دقة ليس حلاوة الرسمة لكن ضقة الرسم ادي ال preparation بتاع ال acetylene شوف الرسمة اللي بعدها draw of diagram of sector of dry cell لازم تبين material بتاع الانود material بتاع الكاسود white yeast black yeast العجينة البيضة العجينة السودة white best black based تبين الكاسود تبين الانود وهكذا وتعمل general equation في الاخر هنا البربرation ده بتاع الميسان sodium acetate مع soda lime يدينا الايه مثال هنا الالكترو بليتنج لاما يدي لك الاكترو بليتنج او يجي لك ال purification of cover طيب هنا عملية of cover هنا الالكترو بليتنج تعالا نعمل compare 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 between each the following ال acidity of alcohol and acidity of phenol ال acidity of phenol is more acidity of alcohol because the phenol is to replace hydrogen يدينا phenoxide لكن في الالكول it is difficult to breaking الهيدروجين أو replace الهيدروجين لذا الاصيلة الفينول is more acility of الالكول بدليل الفينول react من مع المتال and الالكالي but الالكول react with active metal only compare between dry cell and the lead acid battery بطارية السيارة الحامضية point of comparison الانود في dry cell zinc في lead acid battery lead electrode الكاسود هنا graphite electrode هنا lead tetra oxide اللي هو البي بي او تو الالكترولايت هنا ammonium chloride اللي هي white paste هنا ده here 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 ام اف واحد ونص هنا اتنين بولت ما تنساش انه عندي في lead acid battery في ست بطارية ست ايه عمدة مع بعض ست بطاريات مع بعض ستة في اتنين بتدي اتنشر بولت يبقى هنا البطارية الواحدة بتدي اتنين بس بولت اما في الدراي سيل الرياكتنت زت ان اللي هي general اكويتش زت ان زايد م ان او تو زايد 2 ان اتش 4 بوصف يدينا زت ان بوصف 2 زايد م ان او 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 اتش اللي هي basic manganese اوكسايد زايد 2 ان اتش سرين اما في lead acid باتري اللي هي total بقى chemical اكويتش ال PP plus PPO2 زايد 4 H positive زايد 2 SO4 negative يدينا 2 2 2 P SO4 زايد 2 H 2 O compare between H the following ال addition polymerization with condensation polymerization ال condensation polymerization between two different monomer and the new monomer هيتكون جديد it is called co-polymer مع يبي اعمل عملية losing symbol molecule such as water عندنا مثالين بس على condensation polymerization اللي هو الدكرون وال facalite اما addition polymerization compound combination of large number of unsaturated symbol symbol molecule اللي هي الموليمر to give large molecule اللي هو polymer having the same empirical formula عندي اربع امثلة اللي هم اول حاجة polyacylin كامثلة لل addition polymerization polyacylin polythainyl coloride polyborobrine بعدين التفلون comparison between chemical equilibrium وايونيك equilibrium الكميك equilibrium take place في في reversible reaction طب الايونيك equilibrium تحدث في في الweak electrolyte طب يعني الكميك equilibrium هي وين الrate of forward direction equal الbackward direction and the constant of concentration of reactant and product not escape لجاز ولا برسبتين الايونيك equilibrium بتحدث في electrolyte between المolecules and the ايون comparison between irreversible reaction و reversible reaction irreversible reaction اللي هي complete reaction و incomplete اللي هي reversible reaction irreversible reaction اللي هي complete reaction بتسير في one direction لعشان حصل escape هروب لأحد البرودكت في صورة gas or precipitate to pause forward and backward direction ما فيش escape لجاز or precipitate زي esterification reaction acetic acid زي ethanol يدين acyl acetate plus plus H2O هنشوف الالكالاين hydrolysis of ester وال acidic hydrolysis of ester الالكالاين hydrolysis of ester دي عملية الصاب ونوفيكيشن هدين الصول of acetic acid example زي الاسانول اما acetic hydrolysis of ester يعتبر reversible reaction لتفاعل الاستر فيكيشن عندي تفاعل له ثابت ثابتين اتزام لقمتين للثابت الاتزام السؤال ده مجود اخر سؤال في في كتاب المدرسة احنا عشان نطبق اللو في ماز اكشن يبقى السؤال ده 2013 دور تاني سنوية عامة H2 زائد I2 دينا 2HI التفاعل ده اعرف منين اذا كان اكسوسيرميك ولا اندوسيرميك التفاعل ده لما كان عند 850 كان الاكوليبرام كونستان كانت كابعة وستين لكن لما كان عند ربعمية بعد كده قللت درجة الحرارة بقت ربعمية تمانية واربعين اصبحت ايه خمسين يبقى معنى ذلك الرياكشن هنطبق بقى اجزامبل على لوشاتيليه Principle هاو ايج هاو ايج هاو ايج هاو ايج هاو ايج افاكت ذا كونسنتراتيشن هاو ايج يعني end with thermic reaction 41.1 كيلو جول اجابة الاسئلة تلات كلمات اما تقول هتروح في الforward reaction او في الbackward reaction او نوقف يبقى الاجابة كم حاجة دلوقتي تلات اجابات تاني لاما هتقول في الforward reaction لاما الbackward reaction لا اما نوقف فكت هنشوف هو عاوز يشوف ايه تأثير اللي تشانج على الconcentration of hydrogen الhydrogen ده فين في الرياكتن طيب addition of more of carbon dioxide هزود هنا كمية او تركيز الconcentration of carbon dioxide الcarbon dioxide دلوقتي فين في الرياكتن يبقى التفاعل هيصير فين ناحية الforward يبقى يحصل decrease the concentration of hydrogen طيب addition of more of water vapor الwater vapor في البرودكت يبقى لازم التفاعل يصير ايه backward يبقى increase the concentration of hydrogen طيب addition of catalyst no effect does not effect the concentration of hydrogen ما بيقصرش بالتفاعل increase the temperature التفاعل endosermic reaction وانا هديله increase the temperature هيحصل decrease the concentration of hydrogen لان التفاعل هيبقى forward reaction decrease the physical volume خلي بالك يعني وعاء هعمل اقلل حجم الوعاء الحاوي للتفاعل اولا معنى يقلل الفيسا الحجم الوعاء يبقى هنا معناها هيقلل ايه هيزود الضغط هيقلل حجم الوعاء يعني هيعمل increase the pressure البرجر اصلا بيعتمد بيعتمد على الفوليوم تعالا نشوف التفاعل فيه change بالفوليوم ولا لا 2 moles 2 liters طلع 2 liters يبقى does not effect of concentration of hydrogen اذا مش هيعمل حاجة للتفاعل خلي بالك يبقى هنا ما عمل increase the pressure no effect does not effect the concentration of hydrogen in balance chemical equation عندي acetic acid زائد ايثانول هدينا acyl acetate plus H2O what happened to equilibrium of this reaction in the following cases ايه اللي يحصل addition excess of water الواتر في البرودك يبقى التفاعلها على طول shift backward direction يبقى equilibrium shift in the opposite direction اللي هو backward direction طب adding drop of sulfuric acid ابص كده في الرياكتنت ما فيه sulfuric acid ابص في البرودكت ما فيه sulfuric acid يبقى يبقى هنا concentrated sulfuric acid as dehydrating agent يبقى absorb water يبقى reaction هيبقى forward reaction consider the reaction at equilibrium اعتبر التفاعل ده في حالة اتزان يعني equilibrium state acetic acid dissolve in water يدينا acetate ion زائد hydronium ion explain the effect of each the following change on concentration of acetate ion adding drop of hydrochloric acid وعدية adding drop of sodium hydroxide acid اول حاجة لما اضيف hydrochloric acid لا equilibrium هيحصل ان reaction shift to backward reaction وبالتالي ال acetate ion decrease طيب لما ضيف sodium hydroxide لل reaction التفاعل shift forward reaction وبالتالي هيحصل ان نسبة الايه ال acetate ion هتقل انها هتتفاعل اصلا مع sodium hydroxide السؤال ده اللي فات ده جي 2013 arrange the following ascending order as a reducing agent طبعا عشان ارتب الهفصل لكل واحد من دولا لازم تشوف الاول الات هو يرتب على حسب ايه reducing agent reducing agent يبقى لازم تكون كلها لازم يكون لها كلها oxidation potential الاولاني ده زد n ion to زد n ده reduction potential يبقى لازم احاولها يبقى مزدف ماجنيسيوم to ماجنيسيوم ion ده oxidation ماشي كلوراين ion negative to كلوراين ده reduction potential potassium ion to potassium ده reduction potential platinum ion to platinum reduction يبقى كل reduction potential احاولها oxidation potential وبعدين ارتبها تنازليا يطلع البوتاسيوم اكبر حاجة فالماجنيسيوم فالزينك فالبلاتين فالبلاتينيوم فالقلوراين arrange the following السؤال الترتيب اساسي في الامتحان arrange the following alcohol in ascending order according to the boiling point gives scientific reason عندي acylinyl وعندي sorbitol وعندي isanol وعندي gillisrol يبقى من اكبر واحد السوربيتول عشان في ست مجموعات هيدروكسايل بعد كده gillisrol اسلين بعد كده ايسانول يبقى بين اكبر واحد السوربيتول فالجليسرول فالاسلين جيلايكل فالايسانول يبقى اللي واحد مين ايسانول ديوتو انكريز نمبر بولار هيدروكسايل جروب لانه كل ما زاد البولار هيدروكسايل جروب كل ما يعمل فورماشن ability to formation هيدروجن a bond between the molecule of the الكل arrange the following compound according to the aqueous solution عندي صوديوم كلورايد صوديوم اسيتات امونيوم كلورايد نرتبهم الارانج بتاعهم حسب البي اتش value يبقى لازم نعمل الصوديوم كلورايد هيطلع نيوترا يبقى البي اتش equal 7 الصوديوم اسيتات هيطلع الكلين البي اتش more than 7 الامونيوم كلورايد هيطلع acidic البي اتش less less than 7 يبقى يطلع اكبر واحد فيهم صوديوم اسيتات زين صوديوم كلورايد زين امونيوم كلورايد arrange the following compound in ascending order with respect the increasing of their acidity عشان ترتبهم يطلع واحد على القمة اللي هي المينيرال اسيد يبقى ال HCL بعد كده بنزويك اسيد بعد كده اسيتك اسيد الفينول يجي في الاخر ال E-Sanol يبقى اعلى واحد في الاسيدي المينيرال اسيد يليها البنزويك اسيد ازا aromatic اسيد فالاسيتك اسيد ازا الفات اسيد فالفينول فالإيسانول السؤال ده جاه rearrange اللي داخل ال square نفسه البوكسز نفسها السؤال ده جاه سنوية ازهرية 2015 يوم 22 ستة اللي فات وقال يرتب ما بيداخل البوكسز نفسها طبعا ابقى الاسيتيلين اعمله hydration يديك اسيتال ضايد الاسيتال ضايد عملله oxidation يدينا اسيتك اسيد الاسيتك اسيتك 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 اعمله reduction يدينا الاسيتانول الاسيتانول اعمله يدينا الاسيتال 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 اعمله يدينا اسيتاميل الاسيتال ايه دور العلماء عندك 13 عالم في المنهج يجيلك منه اخر السنة 3 انا هذكر لك فقط دور العلماء ايه هم العلماء اللي عليك يجيلك من 13 عالم 3 اخر السنة بريزيليوس نمر اتنين فوهلر نمر اتلاتة باير نمر اربع مارك كونيكوف نمر خمسة كيكولي 6 فريدل كرافت 7 جيل وساك استولد جلفاني فردي فيه هناك واحد اللي هو مارك كونيكوف مارك كونيكوف هم 13 ايه واحد يبقى هنا 13 واحد 13 عالم يجيلك منهم اخر السنة دور العلماء الاتي اسمائهم بعد كده بسؤال ساينتست يبقى وصلنا الى نهاية حلقة اليوم الجزء الثاني في مراجعة ليلة الامتحان شكرا وبالتوفيق في الامتحان كل سلام انتو طيبين اشتركوا في القناة